السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ضمن الشهوات رائعة اللي لا تضيعوها عليكم يعني لان الى ما جربتوش ولا ما كتوش كتعملوه را تكونوا مضيعين على راسكم يعني الكتير من الطوق والطعم والنكهة اللي يعني لا توصف ولا تضاهيها متعة هذا اللي كتشوفوا قدامكم الطاجين السوسي فانا اليوم كنقترح عليكم ضمن شهوات نهني طاجين السوسي هذا ماشي بالخضراء يعني كتعرفوا الطاجين السوسي رفي انواع كتير ولكن هذا يعني كان في حتى الضيافات والمناسبات ولكن را كيجي فيه واحد الطعم رائع على بسطته وعلى بسط المكونات اللي فيه ولكن را كيجي فيه واحد الطعم يعني خيال بسم الله وبالصلاة على رسول الله غادي ناخد طبيعة الحال هتحطوا واحد المقلة تقيلة يعني واحد الحاجز مع ديني بين الطاجين وبيننا هتحطوا مباشرة هتحطوا مباشرة هتحطوا قطع ديال اللحم انا عندي قطع ديال اللحم غنمي وتقدروا تعملوا اي لحيمات عندكم حتى المعزي كيجي مزيان وحتى بالدجاج اراني سابق وحطيته لكم ولكن كيجي افضل بدجاج بلدي غادي نضيف عندي هنا تقريبا نصف كاس مزيج من زيت الزيتون وزيت المائدة غادي نخلي ديال اللحم اتقلى واحد شوية غير بديك الزيت اللي عملنا عاد باش غادي نضيف واحد البصلة متوسطة مش لدارقيقة هنا بالنسبة للعطرية عندي الملح الخرقوم سكينجبير وفلفل اسود دوري بزار واحد شوية ديال بودرة خلق التوم اتقلي بسواسة وفتواجن في الطواجن غاير دارج بزارة طواجن اللحم غاير حاجة وفتواجن حيث عن الحاجات الجديدة التوم يتعمل فقط في الحوت وفي الدجاج وممكن التوم بالطري ولا بودرة تستغنى هلا تكون هنا اتقليها يجب أن تغليف العطرية وعلى فكرة لا يريد قوة العطرية هنا سأخذ ربع ليلة ضعفران شعره يجب أن نمرق ويجب أن يتقلى معه ويجب أن يتشرب هنا كما لاحظت تجين سوف نستفيد الخضر هنا لدي شرائح مقطع دوائر كما تستطيع أن تعملون ويجب أن نقوم بطماطم ويجب أن تقشونها ويجب أن نقوم بقشورها سوف نضع ومن بعد سأخذ البرقوق بالنسبة له ونقعته قليلا في الماء دافئ بالنسبة للزبيب سوف تختار البيض والحمر يجب أن تغسله ويجب أن ينقل هنا بالنسبة للبرقوق سوف نقعته واحد المدة موعتبر مني يلا سوف نضيف هذا الزبيب وهنا عندي واحد العويد القرفة وواحد الفلفلاء حارة وتقدروا تعملوا احتربعات المصير وهنا الزيت هنا الزيتون سوف نضيف هنا الزيتون مثل الله وتقدروا تعملوا حتى الحمر هذا الزوج الذي يأتي وزوينين فيه وهنا عندي رشيشة بسيطة ملح ورشيشة بسيطة وعندما أترى كأنه وفق لدي العسل مغلقة صغيرة وقمتها سوف تسقي بها غير من الفوق للزبيب وبرقوق ومطيشة والبصل سوف نغطيه على نار لا يوجد مدة الطهي حسب الحجم القطاع وحسب كذلك اللحم عندكم كدير واش كبير وصغير ستبقى تراقبوه بطبيعة الحال وكما لاحظتم انا هنا رامنين دووز واحد المدة هذا الزيت المرايقة نسقي بها يعني ذلك الخضراء باش نحتى هي بنينة وانا لاحظتم انه خصو الماء نشوف لكم هو مازال اللحم ستبقى تزيد الماء ولكن غير شوية بشوية اخر اضافة كان عملوها هنا حتى تلقى الطاجين انا لقيته هنا طاب صافي فقبل اضافة اضافة تصوير اضافة زيتارغان بالنسبة لان اضافة زيتارغان فتبقى حسب لو متوفرة عندكم اضافة عندكم اضافة طعم رائع ما متوفرش هنا بالنسبة للتقديم النهائي سنقوم بعمل انصاف البيض مسلوق وكذلك اضافة البيض مسلوق حسب رغبتكم اذا كان عندكم غير مستحب ووحدة رشيشة زنجلان محمص ونحمره واحد ونحتفظ به في قرعة لتقديم اضافة 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 طعم مميز ونوقعه ونحن نحن نقاط تبعى بطريقة ونحن نقاط اضافة 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 معجزة التواجئة الزديكات شكرا